عادل أحمد يقول هل عدم ابتلاء العبد الملتزم نوع ما يدل على ضعف أو خلل في إيمانه عادل من الإمارات بارك الله فيك أخي الفاضل هذا غير صحيح هذا غير صحيح أولا لا بد أن نفهم ما معنى الابتلاء أحيانا يا عادل الابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بالمصيب أحيانا الابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء بالضراء ولذلك الله عز وجل قال وَبَلَوْنَا وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى وَوَنَابِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ قلل جل وعلا وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فكيف الإنسان الآن يقول أنا ما ابتليت أنا مستقيم ولم أبتلى وهل الإنسان يتعرض للبلاء ابتداءا ما هيجوز الإنسان يتعرض للبلاء وكيف يحكم الإنسان على نفسه بأنه مبتلي قد تبتلى ويدفع الله عز وجل عنك الابتلاء بسبب دعائك بسبب برك لوالديك بسبب صدقات بسبب أعمال صالحة ما تدري أنت عن هذا الشيء وقد تبتلى ولا تعلم بهذه البلوة أنت يصرفها الله عنك أو يسلط الله عز وجل عليك من يعطيك حسنات وأنت ما تدري من يحسودك مثلا أو شيء من هذا القبيل فابتداءا يا أخي الفاضل المسلم لا يستشرف للبلاء ولا يقول والله أنا لي كم سنة ما ابتليت ما يجوز هذا الكلام فإذا عوفي فليحمد الله يقول اللهم لك الحمد وما من أحد على وجه البسيطة إلا وقد ابتلي ابتلاء بمصيبة ابتلاء بنعمة النعم هذا ابتلاء ابتلاء ليرى الله عز وجل المطيع من العاصي ليرى من الذي يشكر أو يكفر نسأل الله العافية والسلامة